اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشترك سترلينج وجه لوجه سترلينج وضياء التاريخ يعود بنا للنهائي اللي راح يكون ان شاء الله ببورتو يوم 29 ماي اذا النهائي راح يكون باقدام ان شاء الله جزائرية يعني الفرق واضح رياض محرز له الفضل كبير في ايصال نادي مانشستر سيتي للنهائي في مقابلتين مصريتين ضد فريق ليس بالهين فريق من ارماضة من النجوم فريق مدجج بالنجوم الا وهو باريس سان جرما لكن رياض محرز كعبو عالي وبالتالي رياض محرز حب من حب وكره من كره له فضل كبير جدا في وصول مانشستر سيتي الى النهائي لكن المعطيات نوعا ما تختلف وتبقى ممقابلة نهائية كل شي فيها وارد كل شي فيها وارد والممقابلات النهائية وعودتنا كرة القدم في النهائيات يعني ما فيهاش فريق صغير ما فيهاش فريق كبير كل شي وارد المنافس هو تشيرسي المنافس يملك مدرب فيلسوفا بالنسبالية ومدرب عبقاري اسمه طوخيل هذا النادي المنافسات اللي دايما يكون فيها محرز ضد النادي هذا يعرف تألق رياض محرز تعرف فيها تألق رياض محرز وتسجيله الاهداف اخر مقابلة يواجه فيها تشيرسي فاز محرز فاز عفوا النادي ماشيستر سيتي وسجل محرز هدف ولا اروع تشيرسي جواP تشيرسي 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 هذه المقابلة كانت باشراف ولا تحت اشراف لامبارد مدرب تشيرسي ليس يعني طخيل هو المدرب لكن قلت ونعود يبقى اه تبقى المقابلات النهائية ما تقدرش يعني تقول باللي فريق اه عنده افضلية على فريق ولا كل شيء وارد طخيل والكاتبة تعه نادي تشيرسي فازت على منشستر سيتي في مواجهات في الكأس الرابطة الانجليزية وايضا في اه الدور الانجليزي الممتاز اذا اه رغم انه منشستر سيتي خلى النجوم التعول كوادر بعض من اللاعبين الكوادر في الاحتياط ايضا لننسى ان تخيل ايضا ترك اه بوليزيتش وترك جير وبعض اللاعبين ايضا في الاحتياط اذا الموازين القوى انا بالنسبة لي عكس الناس اللي تقول الفارق لتشيرسي وعنده اه احقية انا ارى ان موازين القوى متساوية متساوية تبقى فقط انه اه معطيات قصة صغيرة فقط اللي ممكن تتخلي كفة فريق تفوق على كفة فريق الاخر ربما اه طرد ربما اصابة ربما كرات ثابتة مراوغات فنية على لعب مهارات فردية هذي اللي ممكن تصنع الفارق لكن من وجهة نظرتها يبقى مقابلة تبقى مقابلة النهائية ما نقدروش نقوله انه فريق معين راح يتحصل عليها بصفة نهائية لكن كل شيء وارد كل شيء وارد نعود نذكر ونكرر انه مقابلة نهائية مقابلة صعبة ايضا لماذا وصل مانشستر سيتي للنهائي ايضا ليس فقط رياض محرز لا هو يعني فاضل كبير هذا لا يقدر ينكره اي شخص ايضا وصلت مانشستر سيتي للنهائي بفاضل ايضا القلة الانانية اللي كنا نشوفه فيها سابقا في الاعوام الماضية انه كانت دايما الانانية ايضا قلة الانانية الان اصبحوا يعطونا الكرة لرياض محرز نقصة الانانية رغم انه كان بعض اللاعبين ما زالوا شد الحقد لرياض محرز خاصة في مقابلة اسطن فيلا وما فعله رودري ايضا الشيء الملاحظ انه الكيل بميكيالين دي بروغين وفرناندينيو يرون السيرلينغ في مقابلة ضد تشيرسي في الكأس الرابطة الانجليزية يفعل ما يشاء وتضيع منه الكرة ويفعل ما يشاء لكنهم لا يحقونها ساكينا عكس لو حدث مع محرز صراخ وعويل وشيء لا يتصوره اي انسان وتصوره اي عاقل لكن لما يتعلق الامر بالسيرلينغ سمم بكمون عمير سمم بكمون عمير اذا ان هذه الضوار هذه وتصرفات بدأت تنقص وبدأت تزول واحنا قلناها في فيديو سابق انه ماشيستر سيتي لو لو ماشيستر سيتي تتخلص واللعبين هذين يتخلصوا من الانانية انتاحهم والحقد اللي بين في بعضهم اراحة السيتي توصل لبعيد وبالفعل وصلت السيتي اللي فينا النهائي بفضل ماذا بفضل انهم نزعوا هذيك الكراهية والانانية في بين بعضهم خاصة كيندوح ديكلون يعني تكتولات هذيها راحت ولا الفريق كمجموعة كمجموعة روح الفريق هذي اللي الان هي السائدة وهي اللي اضغلت وهي اللي خليت ماشيستر سيتي تصل الى النهائي بدون ان ننسى ايضا العمل الجبار اللي قام به رياض محرز خاصة في مقابلتين من اقوى المقابلات انا شفتهم يعني في الشامبيونز ديك باريسان جرما بارمادة من نايمار من كل خطوط نافاس من الحارس من كل خطوط قدروا انهم يتغلبوا عليهم بفضل احترافية وحرافية رياض محرز وفنيات رياض محرز التشكيل ربما والمنطق والعقل والمنطق والعقل يقول باللي نفس التشكيلة للعبة ضد باريسان جرما اذا المنطق والعقل يقول ان نفس التشكيلة للعبة ضد باريسان جرما في مقابلة العودة في ملعب الاتحاد هي نفسها يعني بالمنطق منطق كورت لقدم اذا احتوري ما ما نقدروش بدلوا الفريق اللي يربح ما نقدروش بدلوا ليكيب اللي يتربح ليكيب اللي يتربح فيها رياض محرز اذا 95% نفس التشكيلة 5% ترجع لمن ترجع للفيلسوف وغورديولا الا اذا ما ناشى عارفين الفيلسوف وشي خرجنا قادر يخلينا رياض محرز في بنك الاحتياط ما ناشى عارفين لكن 95% او اكثر نفس التشكيلة للعبة ضد باريسان جرما في مقابلة العودة كما قلت تبقى بعض اخبار ان تقول مصاب عنده شوية بعض الالام لا نعرف لكن 95% هي نفس التشكيلة للعبة ضد باريسان جرما في مقابلة العودة لكن قلت يبقى 5% ترجع لبيب وغورديولا اذا نتمنى التوفيق لرياض محرز مقابلة مصرية مقابلة العمر انا بالنسبة لي ما يهمنيش الفنيات بقدر ما يهمني انه رياض محرز يسجل هدف يبقى بالتاريخ ويتحصل على كأس صاحبة الاذنين فقط اذا وش يهمني يتفنن ما يتفننش هذهك بالنسبة لي حاجة زيادة لان الاهم والمهم والاهم الحصول على الكأس واسكات واسكات بعض من يقولون ويدعون انهم هم احسن لاعبين في العالم والحديث قياس فالاخير الملتقنا مع مزد من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وباركاته